بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنتكلم على الكتشر واحد برت واحد بتكلمني على الديجيطال كومنيكيشن بيزيك يعني اساسيات الاتصالات الرقمية يبقى احنا في اتصالات واحد اخدنا الاتصالات التماثولية اللي هي الانالوج اما المرة دي هنتكلم على الديجيطال ايه كومنيكيشن طيب دخلنا على ريفليجين وكلام قلناه قبل كده قالك what is communication ايه هي الاتصالات يبقى احنا عارفين ان كلمة الاتصالات هي نقل معلومة من مصدر الى مصدر اخر the system and process هي الانظمة والمعالجات that are used بتستخدم في ايه used to convey يعني تنقل information معلومة from source domain destination والdestination هو من المستقبل بتاعي تمام يبقى هي انظمة ومعالجات تستخدم لنقل الايه الانفورميشن اللي هي المعلومة او المسج from source من المصدر بتاعها الى الايه الى destination especially by means of of electricity or radio waves يعني خاصة ان احنا بنستخدم الاشارات الكهربية والradio mean wave موجاتها الراديو طب كلمة telecommunication اتكلمنا كلمة tele يعني معناها distance يعني مسافة يعني والله انا لما اجي اعمل اتصالات على مسافة معينة بسمها telecommunication طيب ايه هي telecommunications هي the technology هي التكنولوجيا of sending signal and message over a distance using electronic equipment يعني ال الالكترونية نفسها والتكنولوجيا المستخدمة زي مسلا 2G و3G و4G ودي تكنولوجيا يوبا دي التكنولوجيا اللي هو software التكنولوجيا مع تصميم ال الالكترونية for example زي telegraph والتليفون والراديو والتليفجون والسولار فون اللي هو الاتصالات الخلوية اللي هو الموبايل تمام؟ طيب بعد كده كلمني على communication system ايه هي كلمة communication system ايه هو نظام الاتصالات قالك main purpose الغرض الاساسي of the communication is to transfer information from source to a destination via a channel or media يوبا الاساسي بتاع اي نظام اتصالات ايه هو الغرض منه هو نقل معلومة من مصدر الى destination من خلال من خلال من خلال من خلال أو وسط ناقل طيب أي بيكون عبارة عن عن المصدر اللي هو وبيكون اللي هو المرسل وبيكون اللي هي القناة او الوسط الناقل الريسيفر اللي هو المستقبل وي الريسيبشانست الريسيبشانست او الديستينيشن اللي هو الايه اللي هو المستمع تمام اول هيوصله الصوت بتاعي طيب عبارة عن ايه قال لك بابليك سويتشنج زي التليفون نيتورك زي الفويس او الفاكس او المودم تمام اللي هي فيها سويتشات ان انا بوصل مكالمة فرد بفرد اخر دي هي البابليك سويتش زي موضوع السنترال او المكالمات الارضية الساتيلايت سيستم انظمة الاخمار الصناعية زي مثلا الديش اللي هي النايل او الراديو اللي هي موجات الف ام والام السولار فون اللي هي التليفونات الخلوية اللي هي الموبايل يعني الكمبيوتر نيتورك زي اللان والوان والا والوان اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي النيتورك بتاع الكمبيوتر طيب هيبدأ افسر لي كل وظيفة كل ايه كل اا بيزيك او اا كل البيزيك بلوك دياجروم الاجزاء الاساسية وممكن نقول عليها سب سيستم نقول عليها ايه سب سيستمز اللي هي الانظمة الفرعية خلاص طيب والانظمة الفرعية عبارة عن ايه عن تلات حاجات لترانس متر ولتشانل والايه الريسيفر دولة التلاتة الاساسية طيب اول حاجة قالك الاليمنت أوف الالكتريكال كومنيكيشن سيستم يعني نظام الاتصالات الايه الكهرابي اللي هو السيجنل بتاعته عبارة عن اشارة في الفولت ده المقصود بيها المقصود بيها اللي هي الاشارة الجهد بتاعها او الاتصالات بتاعتها بتكون بالفولت يبقى النظام الاتصالات الكهرابي اللي احنا قلنا ان يكون الاشارة بتاعتي بتتحول الاشارة كهربية يعني بتكون دلة في الفولت طيب قالك ان ترانسديوسر ده يعني محول يعني ايه محول حسب المصدر بتاعي المصدر بتاعي هل هو مناسب ان هو يدخل للنظام ولا لازم يتحول خلاص فحسب ان هو المصدر ده ممكن يكون او واتكلمنا ان الاشارة هي التي لها قيم على محور الوا والديجتال اللي هي بتكون لها ايه واكتر حاجة قمتين اللي هي ايه اكتر حاجة مشهورة يعني صفر وواحد وممكن تبقى اكتر من قمتين او ممكن تبقى اكتر من قمتين بس لازم تكون القيم بتاعتها ايه يعني منتهية اما في ان فاينايت فاليوس اما دي فاينايت ايه فاليوس دي كلمة الانالوج والديجتال فحسب المصدر بتاعي طيب المصدر بتاعي لو هو كلام الكلام او الميوزيك او التكست او الامج والله الكلام والميوزيك والامج دولة انالوج التكست بيكون ايه اللي هو الكتابة لا بتكون ديجتال لانها بتبقى خارجة منين خارجة اصلا باينري او من شفارات من الكيبورت تمام فايا كانت زي ما احنا بنتكلم الميكروفون مثلا بيحول لاشارة الصوت لو انا عندي ميكروفون كده الميكروفون ده بياخد الصوت اللي هي الزبزبة بتاعت الصوت التضاغطات والتخلخلات بتاعت الصوت ويطلعها لاشارة ايه اشارة كهربية خلاص فده يعتبر ايه ليه باش مهندس لانه حول الاشارة الى حاجة مناسبة للايه للنظام يبقى كونفيرت زا مسج بريديوست باي اصورس تو افورم اسيوتابول لشكل مناسب لمن للكومنيكيشن سيستيمي بو هو بيحول لي شكل المسج بتاعي الى شيء مناسب لمن لنظام الاتصالات زي الكلام بيحولهولي اللي هو الويفز بيكون الميكروفون بيحولهولي الى فولتج او فولتج اللي هي الالكتريك ايه سيجنل او في الامج بيكون الكاميرا بتحول الهالي الى مين من صورة اللي هي التو دي تمام اكس واي الى مين الى اشارة ايه الى اشارة كهربية برضو طيب بيكلمني بعد كده على اللي هو المرسل المرسل ده بيعمل ايه والله المرسل ده بيعمل مواقمة يعني مواقمة يعني بيوظف لي ان هو يزبط لي المسج اللي عندي ان هي تمر داخل مين لتشانل حسب نوع لتشانل اللي موجودة عندي ان كانت توبير او ان كانت كو اكسيال او ان كانت فيبر او ايا كان نوع الاتصالات بتاعي او ان كانت راديو هوائي يعني فايا كان نوع الوسط الناقل فوالله المسج بتاعتي علشان تدخلي جوه التشانل دي والله مين اللي بيعمل الوظيفة دي عملية مين لترانسيمتر اللي هو المرسل بيعمل مواقمة للايه للمعلومة علشان يدخلها لداخل مين لتشانل طب ايه الابريشن اللي بيعملها عملية الترانسيمتر بيعمل اللي هو عمليات التكبير وعمليات اللي هو التعديل وممكن نضيف عليها كمان الايه عملية الفلترة تمام عملية اللي هي عملية التعديل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا عملية التعديل بان انا اجيب موجة حاملة تحمل لي التردد او تعمل لي شفت فريكوانسي اللي هي بتحول للاشارة من البيز باند الى الباند باص تمام بتحول للاشارة من التردد الاساسي الى التردد الاعلى زي ما احنا قلنا في الانالوج موديليشن اللي هي الاي ام والبي ام والاف ام زي ما احنا اخدناهم في اتصالات ايه واحد طيب الادفانتش بتاعي ان هو بعمل ريديوس للنويز بيقلل لي النويز وقلنا ان النويز دي اللي هي الدوضاء والدوضاء دي بتكون ايه الدوضاء دي بتكون اشارات غير مرغوب فيها طب الاشارات الغير مرغوب فيها دي بشوانس بتيجي ازاي بتيجي اثناء عملية النقل اثناء عملية الايه الاتشانل وكمان التداخل اللي هو الانترفيرنس وكمان يعني هو بيقلل للدوضاء والتداخل وبيقلل لي وبيدعم لي خاصية التعدد اللي هي المالتبليكسنج قلنا كلمة المالتبليكسنج يعني انا ارسل اكتر من سيجنل على نفس الاتشانل والميزة التالتة اللي هي الاتشانل اساينمنت ان انا اقدر اعطي كل قناة تردد منفصل تمام زي موجات الراديو او موجات الساتليت بان انا احدد لكل اشارة باند معينة تشتغل فيها بس اصلا يا بشواندس الصوت بتاعي دلوقتي لو احنا كلنا بنتكلم فاحنا كلنا نفس الصوت فلو اتكلمنا في نفس الوقت هيحصل تداخل طب انا عايز انقل صوتي فبديله تردد معين وهكذا دي عملية الاتشانل اساينمنت الاكزامبل بتاعه التيفي ستيشن والراديو ستيشن والسيل فون اللي هي محطات الموبايل طيب بعد كده بيكلمني على الاتشانل بيقول لي هي الفيزيكال ميديا ميديا اي وسط فيزيائي اي وسط ايه فيزيائي that the signal is transmitted through يبقى اي وسط فيزيائي بيستخدم لنقل مين المعلومة او ال data من المصدر الى destination ممكن يكون هوا اير وممكن يكون ويرز كابلات وممكن يكون كو اكسيال زي كابل الديش اللي هو الجواه شيلد وانر تمام وممكن يكون فيبر اوبتيكس اللي هو الكابلات الفايبر اللي هي في الضوئية وممكن يكون الستوريج ميديا اللي هو اللي زي الفلاش ميموري وممكن يكون باور لاين تمام زي كابلات الكهربا بس كابلات الكهربا بيمكن يكون فيها كابل منهم بيشيل ايه data زي الحاجات ال smart زي العددات المسبقة الدفع والكلام الايه الجديد طيب ال noise can be introduced during transmission ال noise دي قلنا اثناء ال transmission اثناء عملية النقل بيحصل او بتتولد مين الايه لل noise وقلنا ال noise دي هي الضوضاء وكلمة الضوضاء هي اشارات ايه غير مرغوب فيها زرارة problem in a signal transmission through any channel في مشكلتين اساسيين اثناء نقل اي اشارة داخل ال channel اللي هي مشكلة الضوضاء اللي هي ال noise could be over overcome by increasing the power line the power in the ايه والله يعني بزود لما برفع ال power بتاعي داخل اي transmission signal بيظهر عملية ال ايه ال noise والحاجة التانية اللي هي ال channel bandwets اللي هي عرض الايه عرض النطاق لازم يكون عرض النطاق مناسب لمين لتشانل يعني ما ينفعش ابعت صوتي ويكون بتاع صوتي مسلا 300 ميجا وتكون بتاعتي 200 ميجا فما ينفعش ان انا ابعت 300 ميجا داخل مين 200 ميجا و different channel and noise have different characteristics يعني كل channel وكل noise بتاعتها بتكون مختلفة ليه يا باش مهندس لان noise دي حاجة random حاجة ايه random عشوائية بتعتمد على الايه على الاحتمالات فعلشان كده كل بتكون لها نويز مختلف وكل بتكون لها خصائص مختلفة بالنسبة لكل مين يعني ما نقدرش نثبت حالات الايه على كل مين على كل مع الاختلاف ما بين كل طيب بيكلمني على الكمنيكيشن تشانل نفس الكلام فبيقول لك ان هي عبارة عن دي اللي بتحمل المعلومة كود بي او اندر ووتر الموجات ممكن تكون اه موجات في واير او ممكن تكون في ضوء او ممكن تكون في الهواء اللي هي الموجات الكهرومغناطسية او ممكن تبقى موجات صوتية داخل الايه اعمق المية اه زي موجودة في اه بتبقى في بتستخدم الايه للتضاريس وللغواصات والكلام ده علشان تعرفني شكل الايه الاعمق المياه يعني يعني ده بيمثل لي خطر اثناء عملية او بيتدمر لي الاشارة اثناء ان هي توصل لمين للريسيبر اللي هي التأسيرات اللي بتحصل اثناء عملية قبل ما توصل للريسيبر كلمة يعني اضمحلال والاضمحلال ده بيحصل ازاي والله بسبب مسافة انا ممكن ابعت الاشارة كده فتبقى شكلها كده وبعين تبدأ يحصل لها ايه مع طول المدة يبدأ يحصل لها ايه اضمحلال كده الباور بداعها يقل زي ما انا كنت بكلمك والله انت كل ما تبعد عني في المسافة فيحصل ايه ان انت ما تسمعش صوتي فايه اللي حصل ده هو ده الاضمحلال يا بشوط النويز قلنا دي الدوضاء الدوضاء ليه اسباب كتيرة وانواع الدوضاء بتبقى بيسميه اللي هي الجاوس النويز والدوضاء المضافة اللي احنا بنرنز لها بايه دابلو جي ان وعملية الفلترنج كمان الفلترة بتعمل مشاكل في اثناء عملية النقل ليه بشواندس لان ممكن يكون الحاجة اللي انا بعمل بها فلتر دي تكون غير دقيقة يعني ايه انا باجي ارسل اشارة لما باجي ارسل اشارة مثلا اهي انا ارسلت اشارة وليكن بالشكل ده فلما يجي حط عليها فلتر المفروض ان انا عايز ابعت الجزء ده بس فعايز احط هنا فلتر يمرر لي الجزء ده بس الفلتر ده ما يكونش ايدل او ما يكونش بيور يكون القيم بتاعته غير ايه غير مناسبة فيمرر لي الجزء ده وجزء جنبه كمان فالجزء الزيادة ده يبقى بتاعة الاشوارة المرسلة اكبر من مين من بتاعت مين بتاعت لتشانل لان لتشانل نفسها مخصصة للقمة بس مش القمة وحتة من القاع فده اللي حصل بسبب عاملية مين الفلتر تمام ولو احنا بشغالين ديجتال في حاجة اسمها اللي هي ايه هي دي والله انا ببعد بلصات زي كده باش مواندس مثلا فكل بلصة ليها ويتس ليها عرض وفي دي لي طايم ما بين كل قيمة وقيمة طب ممكن يحصل ايه ممكن يحصل يا باش مواندس ان انا ابعت البلصة الاولى ايه زي ما هي في نفس الزمن بتاعها ييجي الدي لي اللي هنا ده ما يكونش مزبوط فايه اللي يحصل لما تيجي تبعت البلصة التانية تتبعت كده فهنا حصل تداخل ما بين مين ما بين البلصة الاولى والبلصة الايه التانية وتيجي التالتة عادي اهي بس المشكلة اللي حصلت هنا هي دي الاي ايه الاي اس اي اللي هي الانتر سيمبول انترفيرنس حصلت بسبب عاملية الايه الفلترة اللي حصل تمام طيب عاملية الفيدنج ده اسمها الخفوط الفيدنج ده بيحصل بسبب ايه بسبب المالتي باصز بسبب المالتي باصز يعني هي بشواندس ان انا بيكون عندي الاشارة اللي انا هستقبلها كده ده الريسيفر بستقبل الاشارة مرة من هنا والمرة التانية بستقبلها لي منعكسة وممكن تكون موجة سماوية كمان يعني طلعت فوق ونعكست بسبب موجات الجو وهنجات تاني ده لما بيجي استقبلهم بيستقبلهم بنفس المعلومة هي بس استقبلها بكذا ايه من كذا مصدر في ايه اللي حصل في المرة الاولى استقبلها مثلا قمة وقعة المرة التانية استقبلها قعة وقمة فالخمسة فولت مع سالب خمسة فولت اداني صفر ودي نفس الكلام سالب خمسة فولت مع خمسة فولت حصل لهم ايه حصل لهم صفر حصل لهم تلاشي او لو هتا استقبلها قمة وقاع بقت الاشارة اللي انا استقبلتها عشرة فولت خمسة وخمسة استقبلتهم بقوا عشرة وسالب خمسة وسالب خمسة بقوا كام بقوا سالب عشرة فده بيحصل في الدايمن في الواير لس كومنيكيشن بيحصل عملية الايه الفيدنج دي بسبب المالتي ايه المالتي باسس طيب بعد كده بيكلمني على النويز اللي هي الضوضاء اللي احنا قلنا عليها والضوضاء دي فيه منها نوعين فيه منها انتيرنال واكستيرنال يعني داخلي وخارجي مقصود بايه بالداخلي يا باشواندس يعني من الدايرة الالكترونية نفسها الموجات او الدايرة الكهربائية نفسها ممكن يحصل لها ايه يحصل لها نويز بسبب بسبب ارتفاع درجة الحرارة زي السيرمال نويز السيرمال نويز بيأثر لي على البيتا في الالكترونيات والبيتا بتأثر لي على كل الطيارات اللي موجودة في الترانزيستور احنا عارفين مثلا الاي سي اللي هو الطيار بتاع الكوليكتر بيساوي بيتا اي بي بيساوي بيتا اللي هي ثابت المفروض في درجة حرارة الغرفة في الطيار بتاع البيز فلو البيتا دي اتغيرت بسبب الحرارة ايه اللي هيحصل والله الاي سي هيختلف فكل حساباتي للديزاين للسيجنال بتاعي هيختلف ونفس الكلام في الاي سي وهكذا فيبسر مال نويز عشان كده انت تلاقي الجهاز بيسخن ممكن يحصل ايه يحصل ان هو يطلع لك اشكال غلط او يديك اريات غلط او الكيبورد تطلع لك حاجة مش مزبوطة فده بيبقى بسبب الايه السيرمال نويز طب الاكسترنال نويز لا ده والله ممكن يكون من الجو زي المطر والعواصف والابخرة والمصانع وهكذا تمام او الموجات الايه الكهربية اللي موجودة في الجو الصواعق والكلام ده وبيحصل انترفيرنس تداخل بسبب المالتي ايه المالتي ترانسميشن باصز او المالتي او المالتي باصز او المالتي مين اكسز ان اكتر من مرسل بيرسله في نفس الجو تمام بنفس التردد فممكن يكون فيه مصدرين بيرسله والمصدرين دولة التردد بتاعهم اريب خالص فييجي المستقبل يستقبل من هنا مرة ويستقبل من هنا مرة فيحصل انترفيرنس ما بين الايه الكلام او يكون البند بتاعهم اريب البند بتاعهم اريب زي ما انت بتيجي في محطات الراديو وكده وانت بتعمل اسكان لمحطات الراديو تلاقي ان فيه بند ما بين كل تشانل لو انا هنا عند الFM هتلاقي التشانل اللي بعدها فتيجي في المرحلة اللي ما بينهم تلاقي ان انت سامح صوت القناتين داخلين على بعض ده الانترفيرانس بسبب ان ايه يكون فيه مالتي اكسس او يكون فيه مالتي باصس زي ما احنا شرحناها هنا ان اكتر مصدر من مين من السجنل على ايه على الريسيفر بدأ يكلمني على الريسيفر اللي هو المستقبل طب وظيفته ايه المستقبل ده اكستراكت يعني استخراج الايه موجة المعلومات لان احنا اتفقنا ان الاشارة هيصل لها اللي هو تعديل والتعديل هتمشي في اليتشانل وهيدخل عليها نويز المهم ان انا عايز ايه لما ايجي عند الريسيفر اطلع الاشارة اللي انا ارسلتها يعني انا دلوقتي بكلمك فانت المفروض الريسيفر اللي عندك اللي يحصل ان يستخل الصوتي من مين اللي هو الكلام اللي انا بتكلمه من كل اللي حصل اثناء عملية النقل فيبقى ده مين ده المستقبل ده وظفت طب بيعمل الكلام ده ازاي عن طريق عمليات التكبير اللي هي او او دي موديليشن اللي هي ازالة التعديل او عملية اللي هي اللي هي الترشيح تمام والريسيفر او او اتبوت از اسكيل دي ليد او ده ماسج سيجنل ايدا لترانسيميشن يعني والله لو هو وصل ان هو جاب لي الاشارة المرسلة بالزبط فده ايدا لإيه ايدا لترانسيميشن يبقى العملية النقل بتاعتي ايه مزبوطة تمام طيب زي راديو سيلر فون وهكذا كل الايه الريسيبشن اللي هي ايه اللي هيستقبل للاشارة طيب الاودبوت ترانس ديوسر الاودبوت ترانس ديوسر اللي هو قلنا محول الخرق انا بيوصلني عند الرسيفر بيطلع لي اشارة المعلومات بس بيطلعها لي على شكل ايه على شكل كهرباء على شكل اشارة كهربية بالفولت طب ما انت عايز تسمعني صوت في ايه اللي بيحصل والله السماعة بتاعتك بتبدأ تطلع الاشارة الكهربية دي تاخدها وتطلعها لي كايه كصوت يا باش مهندس فدي عملية اللي هو اللي احنا قلنا الخارج بتاعه بيكون اشارة كهربية الى يعني الاشارة او الشكل المرغوب في فلو انا بكلمك انت عايز تسمعني صوت طب لو انا بكلم كمبيوتر فالكمبيوتر عايز تسمعني اصفره وحايد وهكذا طب لو احنا لو هي شاشة تلفزيون انا بكلمها او بتستقبل فلما بتستقبل بتستقبل هالك صورة مين بيكسلز اللي هي الصورة الصورة تمام وهكذا بعد كده كلمني على انواع انظمة الاتصالات فعندي نوعين لانظمة الاتصالات يا اما انالوك كومنيكيشن يا اما ديجيتال كومنيكيشن الانالوك كومنيكيشن اخدناه قبل كده والديجيتال كومنيكيشن مفروض اللي احنا نشتغل عليه الترمي ده طيب الانالوك كومنيكيشن قلنا والله زي ما احنا اتفقنا ان الاشارة الانالوك بتبقى ايه عبارة عن عدد لا نهائي من مين من القيم خلاص فدي الاشارة طيب يعني بدقة عالية يبقى دي وحدة قياس الانظمة لايه الانالوك سيجنال توينوز ريشو الاس ان ار قلنا دي معناها الباور اوف سيجنال على الباور اوف مين اوف نويز طبام دي اللي احنا بنسميها السيجنال توينوز ريشو طب الديجيتال كومنيكيشن قال لك السيجنال زي ما احنا قلنا ان هي تكون زي الاسفار والوحاية صفر واحد او ممكن تكون اكتر طيب الدقة والاكيوريسي الفيداليتي والاكيوريسي اللي هي اللي هي احنا بنسميها معدل الارسال خطأ انا بعتلك الف بيت مفيه منهم كم خطأ فلما يجي على اي نظام اتصالات واقول لك ان السيجنال توينوز ريشو طيب في الديجيتال البيت ايرو الريت هو معدل الخطأ تمام عدد كام بيت حصل ممكن يحصل في خطأ فلقولت لك في نظام البيت ايرو الريت بتاعه مية او واحد بتاعه تلتمية مين منهم افضل لا الصغير يا بشواندس ليه كده انا بعدت مثلا عشر تلاف فيت العشر تلاف فيت يطلع منهم مية خطأ لا بطوله اطلع تلتمية معناها النظام اسوأ خلاص يبقى الافضل هو مين هو الاقل ده في مين يا بشواندس في الديجيتال كل ما قال احتمال حدوث الخطأ كان ايه كان افضل طيب هنا بيقولي يعني النظام الاتصالات بيحول لي الاشارة بتاعتي او المعلومة الى اشارة كهربية او اللي هي الاشارات الكهرومغناطسية او اشارات ضوئية حسب نظام النقل بتاعي والله انا حنقل فيه كابل فهتبقى كهربية طب حنقل في الجو فهتبقى موجات كهرومغناطسية طب حنقل في فيبر فهتبقى ايه اوبتيكال الانالوج سيستم تكونفيرت الانالوج ميسج انتو اسيجنال زاد كان بروبيجيت اسروزة شانل والله في الانالوج سيستم بيحول لي الانالوج سيستم اللي هي الانالوج ميسج الاشارة الانالوج الى اشارة اللي هي تقدر تنتشر خلال مين خلال التشانل طب وفي الديجيتال سيستم يعني بيحول لي بتاعتي الى ايه الى اشكال حسب برضو اي ان كنت هحولها لكهربيا او فلازم احولها من يعني لو انا المصدر بتاعي كان كمبيوتر فالكمبيوتر بيطلع لي اصفار وحيد فانا لازم احولهم الى اي شكل من الاشكال حسب نوع التشانل اللي انا ايه اللي انا هستخدمها او الوسط النقل اللي انا هستخدمه تمام فهنا زي ما بقولك الكمبيوتر ان هو دايما بيطلع عليه ومعظم الموجات ممكن ان انا حولها الى ايه الى بتس طب اللي هي اللي هو التحول من الانالجولا ديجتال بيتحول عن طريق مرحلتين اللي هي مرحلة اخذ العينات والمرحلة التانية اللي هي اللي هي التكمية وهنتكلم عليهم لو احنا هنشوفهم قده طيب هنا بسألني هواي ديجتال ليه انا عايز ديجتال ليه انا عايز استخدم النظام الديجتال لما كنا شغالين وطبع احنا عارفين ان الصوت والصورة هم فاكتر حاجة ما نقولة هي الصوت والصورة طب ليه انا عايز قال لك يعني ايه والله الاشارات الديجتال بتكون بالشكل ده فالاشارة دي ممكن يحصل لها يعني اثناء عملية النقل تبدأ تقل كده شكلها يختلف وتبدأ تقل كده كل شوية تقل بس انا عارف ان هي لها شكل فيه شكل احنا بتفقين عليه فاننا مجرد اننا يحصل لي الشكل ده او انا استقبل اشارة بالشكل ده انا حطتها خلاص فيه ان هي بلس فانا ممكن اعدلها تاني ان انا رجعها لاصلها ما نعرف اصلا اصلها وابعدها فبسهولة ان انا اتعرف على الاشارة اما في الانالوج لأ لاني عندي فانا معرفش ان دي هي معلومة بالقيمة دي المعلومة هي نفسها هي دي ولا حصل لها خلاص اما في البلس لأ في البلس هي البلسة ليها سعة وليها عرض معين وليها فانا ممكن لما بتوصلني بالشكل ده انا ارجع من لها تاني اعادة تانية بالشكل ده بسهولة عند الريسيفر او عند الريبيتر في النص تمام والله عندي تكنيك كتير متاح للاتصالات الرقمية زي ضغط الداتا تصحيح الخطأ اللي هو عملية التصحيح او التطقيق اللي بتحصل مثلا من التداخل زي تمام وعملية السيكوريتي ان انا بسهولة ان انا اعمل امان للنظام بان انا احط احط مثلا اصفار واحد زيادة يعني انا ممكن ابعت لك مثلا معلومة زي كده واحد واحد زيرو واحد زيرو واحد صفر مثلا وحط بعدها صفر صفر فانا متفق معاك كترانسي میتر ورسيفر ان اول اتنين بيت واخر اتنين بيت دولا سيكوريتي طيب وفي النص ده هو الانفورميشن بتاعي فما فيش مشكلة خالص ان انا كرسيفر كل اتنين بيت الاولين والاخرين الاخرينين اشلهم واخض المعلومة اللي في النص ان ده في النظام الايه في النظام الرقمي ينفع طب في النظام الانالوج لا ماينفعش يا باش مهندس لان كل حاجة بتدللي على معلومة فما انفعش اعمل عملية السيكوريتي دي فدي السهولة وطبعا كل الايه الامتيازات اللي حصلت في تصحيح الخطأ ان انا ازاي ان انا اكتشف الخطأ لان انا بتعمل على كل بت فممكن كل بت يحصل لها حاجة من اللي قبلها يعني اعرف من اللي قبلها ان اللي بعدها ايه تمام فمن خلالها اقدر احترف على مين اتعرف على الخطأ فمن خلال تعرفي على الخطأ اقدر اعمله ايه كوريكشن طيب يعني انا ممكن ابعت صورة وصوت وكتابة في نفس الوقت في نفس المسج او في نفس الاتشانل زي ما احنا مثلا نكتب على الواتس فده بيحصل فين في الديجيتال اما في الانالوج ما بنقدرش نعمل الايه الكلام ده طيب هنا بيقول لي برضو يعني في حاجتين بيأثروا عليه اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده قلنا عملية النيز والاتنويشن فبيحصل للاشارة زي ما احنا اتكلمنا وزي ما انا بعديها بيحصل اكتر وبعدين بيحصل اكتر يبقى حصل والنويز ودولة كلهم اثاروا على مين على شكل الاشارة ده اثناء اثناء المسافة اللي هي مشيتها طب انا هنا ممكن اعمل ايه ممكن اعمل للبالس تاني وارجعها زي الاريجنال بمجرد ان انا استقبلت ايه الجزء ده خلاص فده هو اللي بيكلمني عليه اني Be affected by two basic mechanisms As all transmission lines and circuit Have some non-ideal frequency transfer function There is a distorting effect on the ideal pulse And it means unwanted electric noise Or the interference features اه يعني اثناء مرورها بفترة زمنية او بمسافة بيحصل الايه? ان بيحصل بسبب ان الدواير بتاعتها خلاص اللي هي بتاعت يعني فبتطلع لي الشكل بدل ما هو كان شار بكده بيطلع لي بالشكل ده وكمان ممكن يحصل انترفيرنس ونيز فالاشارة يقمت اللي يقمت زيد فيحصلها اتنيوشن بالشكل ده تمام? فده كله حصل له ايه? ديجريديشن او ديستورشن للاشارة الاصلية وهنا ان انا ممكن اعيدها تاني بسهولة وبيقول لي برضو من المزايا بتاعت الديجتال ان احنا ممكن نعمل ايه? ريجينريتيف ريبيتر تمام? معيدات اعادة الانشاية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو نفس الكلام ان الاشارة يحصل لها ديجريديشن اسناء لبروباجيشن ديستانس فنرجع نعيدها كده فممكن خلال كل مسافة كل ما نحس ان الاشارة هتضعف فابدأ ان انا حطي ريجينريتيف ريبيترز فالريبيترز يرجع يعيد لي الاشارة بدون اي تدخل يعني هنا ده مش مش دايرة مش دايرة معقدة يعني هي هي دايرة استخراج ولا دايرة موديليشن ولا دايرة دي موديليشن ولا اي حاجة لا دا هي مجرد بس ان هي تعيد لتصحح للاشارة فتمشي مسافة كمان اطول فيحصل كده ان انا حافظ على الاشارة وحاول ان هي لما توصل للريسيفر الى حد ما توصل ليه سليمة تمام? طيب بيكلمني على الديجيتال كومنيكيشن دا بتاع الديجيتال كومنيكيشن طبعا دا بلوك ديجرام كبير شوية وفي الحاجات البيضة دي تمام? دي الحاجات الاساسية اما الحاجات اللي فيها داش دي دي تعتبر ايه? اه حاجات اه يعني حاجات بتكون اضافية في النظام اما اللي في الابيض اللي هي الفورمات البلس موديليشن وبعدين الارسال والاستقبال وبعدين الديتكت وبعدين الفورماتين وهي فيه ما بين كل الكلام دا ده دولة الاساسيين في نظام الايه? الديجيتال كومنيكيشن. هنا اداني بلوك دياجرام اسهل شوية ان انا عندي سورس وبعدين عندي انالوكتو ديجيتال كومفيرتر وعندي سورس انكودر وعندي تشانيل انكودر وبعدين عندي موديليتر وبعدين يدخل على التشانيل اللي تشانيل بيدخل عليها وبعدين ديتكتور ديكودر وبعدين ديجيتال توقع انا الكونفيرتر وبعدين ليه اليوزر قال لي دولة مع بعض اسمهم واللي تحت دولة اسمهم يبقى ايه النظام اتصالات عبارة عن ورسيفر ومين زي اي حاجة طيب المصدر بتاعي يا باش مهندس قال لك هنا لو المصدر بتاعي رقمي والله الجزء اللي هو الانالوكتو ديجيتال والديجيتال توانالوك انا مش محتاجه خلاص يعني لو الدخل هنا على طول اشارة رقمية يعني المصدر بتاعي مش صوت مثلا كومبيوتر فايه اللي هيحصل والله مش هحتاج ان انا حول اشارة من انا لو صوت لا هحتاج ان انا حوله من الانالوكتو ديجيتال واجه في الاخر احوله ديجيتال توانالوكتاني عشان تسمعه زي ما بحصل في طريقة الكلام اللي اول ايه الاشارة او زي ما احنا بنتكلم دلوقتي فانا بنبعت على النظام رقمي في ايه اللي بيحصل صوتي بتحول الى ديجتال وبعدين بيدخل على اللي هو بيعمل لي المصدر بتاعي ده الاصفار ووحاية وبعدين بيخلي لي الاصفار والوحاية دي مناسبة للتشانل وبعدين بيعمل لها لعملية التعديل يعني وبعدين بتدخل على التشانل وبعدين هنا بيعمل لها عكس الموديليتر هو الديتكتور اللي هو او الموديليتر والدي موديليشن هي ليه هنا ده الجهاز نفسه اللي بيعملها اسمه موديليتر وهنا دي تكتور والتشانل ان كودر هنا دي كودر يعني ازالة التعديل او ازالة الترميز يعني وهنا السورس ان كودر هنا السورس دي كودر يعني ازالة التعديل بتاع المصدر وبعدين ديجتال توانالوج كونفيرتر محول تاني بحيس انت تسمعه هنا ايه صوت زي ما احنا بنقول. طيب بيقول لك قال لك عملية والسورس كودينج. اتكلمنا ان كلمة دي معناها تهيئة. يعني ايه تهيئة يعني انا بابتا اخد عينات من الاشارة بتاعتي بحيس تحولها من و وبعدين ايجي هنا عملية تمام? تحول الاشارة الى وكمان خلاص? وبعدين ادخلها بعد كده على تطلع لي اسفر ومين وهي طيب العملية دي اللي هي عبارة عن عملية اللي هي اخذ العينات زائد عملية الايه? اللي هي الايه? التكمية. طيب بيقول لي اللي هي يعني ايه باش مهندس? دلوقتي انا بعد ما عملت عملية بعد ما عملت عملية والكودينج وطلعت كود. المفروض تبقى الكود ده يمثلي باشارة تمام? بديجيتال زي كده يعني مثلا الصفر هحطه بسالب خمسة فولت الواحد هحطه بخمسة فولت الصفر بسالب خمسة فولت ايان كان بقى تمام? طيب وبعدين هبدأ ادخل الكلام ده الى التشانل دي باش مهندس هل الكلام ده هو اللي بيمشي جوه التشانل ولا الويف فورم دي مش هتنفع تمشي جوه التشانل حسب نوع التشانل بتاعتي. فعلشان كده قال لي سليكت كومبوتابول ويف فورم اختار لي اه ويف فورم شكل اشارة مناسب للايه? للماتشنج للفانشن بتاعتي. اللي هي هتدخل جوه التشانل. ففيه تقنيات هنا في التشانل كودينج خلاص بستخدمها على اساس ان انا امثل الايه? او الديجيتال سيمبل ده بان انا ادخله اعمله ويف فورم داخل التشانل. فممكن مسلا في نوع معين اخليه بالشكل ده والله ده كده وده كده وهكزا ايا كان بقى نوع الايه ده مسلا ده اس ك وهكزا. يكون مناسب للايه? طيب بعد كده بيقول لي اللي هي التكرار بتاع مين? بتاع الاشارة. بحيس يكون سهل ودقيق في عملية الدي كودينج. مع ان في ايه? ان في ارور بمعنى يا بش مهندس. ان انا ممكن يجي عندي في التكرار يكون عندي مثلا تمن اصفار واربعات. فالتمن اصفار دولة يا بش مهندس يعملوا لي ايه? يعملوا لي مشكلة. بمعنى ان عملية السنكرانيزيشن تقبل ان ده كله صفر. صفر فولت. فما يعرفش السيستم بتاعي او الرسيفر بتاعي يعرف لي ان دولة كده هل هنا في اشارة ولا دي هنا مفيش اشارة انقطعة الاشارة. علشان كده بعد الانظمة بتقول لي والله ان التكرار ايا كان اصفار ولا واحد ممكن يعمل لي مشكلة. فيقول لي والله انت لو تكرر عندك تمن اصفار زي كده. التمن اصفار دولة هنحطوهم مثلا صفر واحد صفر واحد وهنعمل لهم بقى شكل احنا معين كده نختاره ونتفق عليه بحيس يقلل لعملية الارور ولو في اعرف عمله ارور كونيكشن لان ده بعمل له ايه او ميس اه سونكرونيزيشن هو ما بيميزش المسافة بتاعت كل ايه صفر واحد خلاص ايا كانت اقرار للاصفار او للوحاية طيب بعد كده بيقول لي ان فيه ضروريات يعني فيه ضروريات لازم ناخدها من في الاعتبار علشان يكون النزام دي يعني موصوخ فيه تمام لازم نكون عارفينه اللي هي عملية الايه العملية التعديل وازالة التعديل والموديليشن قلنا اتزا بروسس اوف موديفاينج ازا انفورميشن سيجنل تو اه فاسيلة ترانسيميشن لسهولة عملية ايه عملية النقل خلاص هي عملية بتعمل لتعديل ليه الانفورميشن للمعلومة على شاشة على اساس ان هي تكون مهيئة لعملية الليه النقل او تكون مناسبة لليه للتشانل بتاعتي طب وديه موديليشن اللي هي ازالة التعديل قالك هي 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 عملية عكسية لازالة ليه لعملية الموديليشن وهي بتاعتي بمعنى هي كلمة زهرت ليه هنا لانها بتاخد قرار دلوقتي انا استقبلت الاشارة بتاعتي وليكن بجهد معين الاشارة دي هل الاشارة دي احطها صفر ولا واحد الاشارة اللي انا استقبلتها دي وليكن انا استقبلت مسلا اتنين فولت الاثنين فولت ده اعتبارهم صفر ولا واحد ده ما هي ممكن تكون كانت صفر فولت وحصل لها نويز زادت لمقدار اثنين او هي كانت هي اصلا لو هي خمسة كنت حطتها بواحد طب الاثنين دي باش مهندس لا الاثنين دي انا باخد هنا دائرة اخذ القرار بمعنى ان انا باخد هنا قيمة اسمها ال V3 SHOLD ال V3 SHOLD دي قيمة انا باعتبارها بحيث اخد قرار اكتشف ان دي هحطها صفر ولا واحد بمعنى ان انا هحط القيمة لل 3 SHOLD دي مثلا وليكن اثنين ونص يبقى كل حاجة اكبر من الاثنين ونص او اقال من الاثنين ونص هحطها صفر والاكبر من الاثنين ونص هحطها كم هحطها واحد الاشارة اللي انا استقبلتها اثنين طب ما هي اقال من الاثنين ونص يعني المعلومة دي ايه هحطها هنا بصفر وهكذا فدي دائرة اللي ايه او اخذ القرار فدي بتستخدم في مين في عملية طيب الطيبس بتاعت في نوع اسمه وهنوع اسمه وهنوع اسمه وهنوع اسمه يعني مرتبط يعني ايه مرتبط قالك بيحتاج الى مرجع الى مرجع يعني هنا يا بش مهندس الريسيفر لازم يكون عارف الكارير وعملية الموديليشن اللي حصلت في الترانسيميتر يعني ما ينفعش اي ريسيفر يستقبل الاشارة لا ده لازم يكون الريسيفر ده بتاع الترانسيميتر ده لازم يكون متفقين ما بين الترانسيميتر والريسيفر على التردد بتاع الكارير وعلى نوع الموديلشن اللي موجود طيب النان كوهيرنت اللي هو الغير مرتبط اللي هو لا يحتاج الى ايه? الى مرجع يعني ده يا باش مهندس اي شرح يستقبلها هيعرف ايه يفصلها خلاص? ودولة نوعين مشهورين خالص وطبعا الكوهيرنت والنان كوهيرنت دولة نوعين النان كوهيرنت يعتبر ابسط واكتر استغلال طبعا زي مثلا موضوع التلفزيون اي ريسيفر ممكن ان هو يستقبل الايه? الاشارة بتاعتي ويفكها اما الكوهيرنت لأ لازم يكون المرسل والمستقبل نفس النوع ومن نفس الطراز ويكون الكارير بتاعي معروف وعملية الموديلشن معروفة بحيث ان هو مش هيعرف يشتغل او لو استقبل اي اشارة مش هيعرف يفكها الا الاشارة الخاصة به فقط لا غير طيب بعد كده بيكلمني على الكودينج والدي كودينج والله عملية الترميز وفك الترميز والله في المرسل بعمل عملية كودينج ان انا اشوف كل عينة اديها كود والدي كود بان انا اخد كل كود وصلي وارجعه تاني الى ايه? الى عينة فيقول لك ترانسليتنج انفورميشن بيتس تو ترانسيميتر داتا سيمبول تكنيكس يوزد فور انهابتس انفورميشن سيجنل زي ما احنا اتفقنا انه والله في الكودينج اللي هو الترميز ان انا باخد كل عينة اديها رمز معين وده فك الترميز يبقى كل كود برجعه تاني الى ايه? الى سجنل. بيقول لي عندي اه كاتيجرز الويف فورمي كودينج الويف فورمي كودينج قالك ديل ويدا ترانسيميتنج ويف انتو بيتر بيرفورم ويفورم تو ميك ذا ديتكشن بروسس لس سبجك تو ارور ان انا بحط الاصفار والوحاية بصيغة معينة انا باتفق عليها ايان كان ده صفر واحد صفر واحد بجهدية معينة وباشكال معينة بحيس يقلل مين يقلل زي ما احنا اتفقنا ان السيكونس اللي بيحصل بسبب التعدد ان انا يحصل لتمن اصفار مثلا وربعة او تمن واحد وربعة فوالله ده السيكونس ده او التكرار ده بيعمل لي مشكلة فانا اتفق على بتر ويفورم والبيتر ويفورم ده يديني بتر ايه بيرفورمرز ويقلل لي عملية برضو الايه الارور ويديني ارور ديتكشن زي ما بس الكلام قلتلك ان هي بتحتوي على عملية التكرار للبيتز تمام؟ فانا بحطها بسيكونس معين زي ما بقولك كده عندي 8 اصفار مثلا التمن اصفار دولة فانا بحطوهم بصيغة معينة ان انا هحطوهم مثلا عبارة عن جهد موجب جهد موجب صفر صفر سالب صفر صفر مثلا جهد سالب وليكن يبقى والله اتنين اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى لما يجيلي تمن اصفار بحطوهم بالشكل ده فلما حطوهم بالشكل ده انا السيستم عرف ان دولة كانوا تمن اصفار بس انا حطتهم بالشكل ده عشان اقل العملية الارور واعرف ان انا لو في منهم خطأ حصل ان انا اعمل ايه ديتكشن وارور كمان ان انا اصححهم. تمام? هي بيقولك ان هو بيكون فيه دقة في الخطأ وبعض الاوقات ان انا بصححها بحيث لو انا جالي موجب 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 اعرف ان الموجب التالت ده لأ يا بشوانس الموجب التالت ده المفروض صفر لان انا عارف الخوارزمية اللي هتلغي لي التمن اصفار بالشكل ده. عملية المالتبليكسنج طبعا دي مالتبليكسنج عملية المالتبليكسنج اللي هي التعدد ودي بتكون فيه اسناء عملية الترانسيميتر ان انا ابعت اكتر من على نفس طيب وعند عملية الريسيفر انا بعمل دي مالتبليكسنج بكل بحيث كل يوزر يروح مكانه ويحصل له عملية الخاصة ايه الخاصة بيه. طبعا من انواع المالتبليكسنج. اللي هي بنسميها مالتي ايه مالتبليكسنج يقيم انقول. اه مالتبليكسنج اكسس. تمام? ده الاقتصار ايه? اختصار الاتنين. ودولة تنوع من انواع مين? المالتي بليكسنج اللي هو من التعدد. وهو ارسال اكتر من يوزر يعملو مع بعض في نفس طبعا هنا كتب لي اختصار كده. طبعا الكلام ده مش هنعرف يعني ده حسب مما المنهج بعد كده هيمشي. الانواع دي وكل نوع منه خصائص وليه اه انواع. عملية وعملية 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 نظام اسمه بي سي ام. وهنا انواع اللي بتحصل انواعه وشكله انا ما عرفش لسه الدكتور هيشرح ايه. فدي كلها الكلام الايه? والانواع البي ام والبي ام والبي دي ام والحاجات دي كلها المفروض ان احنا هنتعرف عليها خلال الايه? المنهج الفترة اللي جاي. بعد كده كلمني على البرفورمس اه مترك اللي هي مقياس الايه? الاداة. قالك في الانالوج كومنيكيشن انا بروح استقبل الاشارة اللي هي الام وفتي. الام داش دي معناها المستقبلة. ودي الاشارة الاصلية. خلاص? فلازم تكون الام داش وفتي اللي انا استقبلتها تقريبا نفس الام وفتي. فلو هي نفسها فدي بيوبا ايه? المترك is fidelity اللي هي الدقة في مين? في عملية القياس. ان هما يكونوا الاتنين زي بعض. وطبعا السيجنال طي نوز ريشيو قلنا ده اللي بيقيس مين? تمام? ده اللي بيقيس البرفورمس متاليك للنظام الايه? الانالوج بتاعي. طب في النظام الديجيطال لباش مهندس في النظام في النظام في النظام الديجيطال لباش مهندس المقياس بيكون عبارة عن احتمال الخطأ property of자�bit error احتمال الخطأ فبيقول لي ان البي بي يعني احتمال الخطأ عبارة عن احتمال البي داش اللي هو الbit اللي انا استقبلتها لا تساوي الbitل ايه المرسلة خلاص فطبعا هنا بيكون الbit error rate هو المقياس ايه المقياس بتاعي اسمبل اريدي نون ادزا ريسيفر ووزوت لو انا ما عنديش نويز ولا ميك اه ايرور ماشي هيحصل عندي بت ايه بيت ايرور فانا معدل الارسال بتاعي بنسمي الار ده بيكون فانا لو بنفس الار لازم اكون متعرف على لنفس السيستم فلو عندي اتنين سيستم واحد وسيستم اتنين بالنسبة للديجتال وده الار هو نفس الار يعني معدل الارسال واحد وده البيت ايرور ريت بتاعه زي ما احنا قلنا مية وده البيت ايرور ريت بتاعه تلتمية يبقى الافضل بتاعه هو الاقل من بيت ايرور ريت واحتمال الخطأ بنجيبه من احتمال ان البيت اللي انا استقبلتها لا تساوي البيت الايه المرسلة وفي الحالة ده هو ده احتمال الخطأ بتاعي تمام قال لي مين بوينتس اه نقاط اساسية يعني ان اللي هو المرسل موديلية انالوج مسيج يعني اللي هو المرسل بيعمل عملية تعديل لمين ايا كانت الاشارة بتاعتي انالوج او كانت يعني ديجيتال يعني هو بيعمل عملية التعديل ايا كان المصدر بتاعه اا انالوج او ديجيتال فهو بيعمل عملية على اساس انه هو يهيأ الاشارة بتاعتي الامين الى لتشانل طب والرسيفر قالك يعني بيرجعلي الاشارة بتاعتي ايا كانت انالوج او ان كان من الاشارة المستقبلة عن طريق ايا كان التأثيرات اللي حصلت عليها من النايز والانترفيرنس والديستورشن والفيدنج وكل اللي حصل للاشارة اسناء عملية النقل طب البرفورمانس اللي هو الاداء المترك اا مقياس الاداء او معيار الاداء زي ما احنا قلنا احتمال الخطأ اللي هو البروبراتي اللي هو احنا بنسميه البيت ارور ريت وفي الانالوج اللي احنا قلنا عليه ودولة السابتين عندنا في اي نظام اتصالات ايا كان انالوج او مين او ديجتال